في إطار مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفي ضوء مخرجات الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المقر وبمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي وجه فيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة بعقد ورش عمل لوضع الأليات والتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022 ترأس سمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمكتبه بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين وذلك لمناقشة السياسات والمبادرات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة المقبل وذلك وفق مخرجات ورشة العمل بل ورش العمل الثلاث التي تم عقدها خلال الفترة الماضية وخلال الاجتماعات تم سراض مناقشة مخرجات ورش العمل التي تم عقدها خلال الأشهر الماضية من سياسات ومبادرات وأولويات التي تم رفعها إلى مكاتب نواب رئيس مجلس الوزراء ليتم متابعة مناقشة الملاحظات عليها قبل اعتمادها بشكل نهائيا في ورشة عمل التطلعات المستقبلية التي يترأسها سموه منتصف الشهر القادم وهي الرابعة والأخيرة وأقدثنا سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على الجهود التي بذلت في هذا المجال برئاسة أصحاب السمو والمعالي نواب رئيس مجلس الوزراء والقائمين على الاجتماعات التنسيقية التي سبقت كل منها في تناول المحاور الست والتي يرتكز عليها برنامج عمل الحكومة لوضع التصورات والتطلعات لمواصلة العمل على الأولويات في الخطط والبرامج الحكومية وبما ينسجم مع ما تؤكد عليه التوجيهات الملكية السامية بأن المواطنة هو محور التنمية وهدفها وتواصل الحكومة الموقرة تواصل العمل على ترجمتها واقعا ملموسا وقد عقدت ورشة العمل في محوري البيئة والخدمات برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حيث تم اعتماد ست سياسات واربع وعشرين مبادرة في محور الخدمات واربع سياسات وست عشرة مبادرة في محور البيئة وعقدت ورشة العمل في المحورين الاقتصادي والمالي والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وقد تم اعتماد خمس سياسات وثلاثة عشرة مبادرة في المحور الاقتصادي والمالي واعتماد أربع سياسات وعشرون مبادرة في محور البنية التحتية كما عقدت ورشة عمل المحورين التشريعي والأداء الحكومي برئاسة معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء وقد اعتمدت خمس سياسات وعشرون مبادرة في محور الأداء الحكومي وخمس سياسات وثلاثة عشرة مبادرة في المحور التشريعي من هنا جاء الإعلان عن لحظة البداية وانطلاق أولى الخطوات بنعد لأربع مؤتمرات مسقرة في كل المحاورة الست بندمج بعضها بعدها توعدت الجهود الحكومية برفض جموع الأفكار التقليدية التي يجهل جدواها وبالكاد تذكر تلك الفوائد التي قد تأتي منها لتعيد بطرح مقترحات لمشاريع خدمية يسهل قيامها وتطبيقها ضمن برنامج عمل حكومي ثري وشامل خاض مراحل متعددة من تبادل مستفيد لوجهات النظر التي وقفت على محاور عدة كل على حدة لتخرج بوصفات قيمة وضعت بقالب مبادرات مشاريع نافذة ستكون راغبة في امتطاء جواد السرعة نحو إتمامها ضمن إطار عصري منظم انتسقت فيه السياسات بجملة من المبادرات الهادفة إلى النهوض بشتى المجالات الحيوية التي يعتمد عليها في رؤية فصول الرقي والتمدن اجتماعات تنسيقية توالت طامحة في الوصول إلى حزم من التفاهمات الموضوعية التي بالإمكان الانطلاق من حدودها إلى وجهات العمل اللائق الذي يلبي طموحات المواطنين الراغبين في الحصول على أمثل الخدمات ست محاور تم الخوض في ربوعها بتمهل ووعي تام لأهمية كل منها المحور المالي والاقتصادي عمد المختصون في مجاله والماكثون في أرويقته إلى الوصول لحزمة من المرئيات التي لم تخرج من دائرة تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة حجم الإيرادات إضافة إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع الحكومية وضبط الانفاق لتستدل الكيفيات المناسبة لمقياس تلك المبادئ المعتدلة التي تعتنقها روية البحرين الاقتصادية 2030 محور البنية التحتية استطاع هو أيضا أن يفرض نفسه كرقم هام في معادلة نجاح قيام العديد من المشروعات التنموية عبر أساس تتوافر فيه أكفأ المواصفات لبنية تحتية عالية الجودة تأتي محاكية للتوجهات الحالية والمستقبلية لوطن أكثر ازدهارا وتطورا تدعيم الأطور التنظيمية والتشريعية في البحرين وترسيخ العدل والمساواة فضلا عن تطبيق مبدأ سيادة القانون وحفظ الأمن ودعم المسيرة الديمقراطية عبر نافذة تشريعات تصب في خانة المصلحة الوطنية كلها عنوين عريضة تطرق إلى مناقشتها المعنيون في المحور التشريعي ليأتي محور الأداء الحكومي مكملا لما أجيز ذكره في المحور السابق إذ سارع صناع القرار من المسؤولين ممن شاركوا في الاجتماع التنسيقي لهذا المحور إلى الخروج بعديد السياسات الرامية إلى رفع كفاءة وفعالية القطاع العام وإنتاجية الموظف الحكومي إلى جانب تعزيز الإبداع والمعرفة في ظل وجود الرقابة والمساءلة القانونية مع تحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الآداء الحكومي وتقييم خط سيره عن كثب وأخيرا في محوري الخدمات والبيئة تم الوصول إلى إقرار عشر سياسات وأربعين مبادرة تمحورت في مجملها حول تعزيز تنافسية وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان جودة الخدمات التعليمية إضافة إلى استدامة الخدمات الصحية والاجتماعية وتوفير خدمات إسكانية ملائمة وحديثة نهيك عن تنظيم الحماية البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الموارد والحفاظ على التنوع الحيوي والثروة البحرية التي تسخر بها مملكة البحرين لتلفزيون البحرين محمد رشيدات